الشريك كمان انا شايفه حذر يعني ممكن يكون عارف شوية اللي بيدور في جمازك هو حذر منك شوية فيه حب اه في حب بيفكر فيك كتير بيفكر في حل للعلاقة دي يعني انتو تقريبا ممكن تكونوا مرتبطين بقى لكم كتير علاقة روحية بينكم قوية بس بعضكم يعني انا اتفا برج العزراء ممكن يكون للبعض انت برج العزراء انت اللي عملت حاجة في الشريك انت بعت انت وضرت انت خدعت شريك زعلان اه تعبين بيدفع عن نفطه اه بيدفع عن مشاعره بيدفع عن الحياة بيدفع عن حاجات كتير فانو شايفة ممكن يكون للبعض اه برج العزراء انت او هو شريك شايفت كده انك انت اه غدرت بحب بحياة بعلاقة وبحاجات كتير وشايفة فيه طرف تالش يا جماعة في العلاقة الليه اه النصيحة بتاعتك اه 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 تفكر بحكمة وعقل اه اه تبعد ولو حاجة زي يعني بص هنا النصيحة ماشية مع القراءة. القراءة هنا كان فيها غموض كتير في حاجات مش معروفة اه مش معروفة كتير. هنا بيقولك انك اه اه بتفكيرك بعقلك تقدر تنور لنفسك الطريق والحاجات اللي انت ما تعرفهاش اه هتعرفها. يعني فيه حاجات انت ما تعرفهاش هتعرفها قريب. ولو الشريك هو اللي فيه حاجات ما يعرفهاش هيعرفها قريب ان شاء الله. ده بالنسبة للمتزوجين من برج العزراء. نروح للمنفصلين والمطلقين للمواريك برج العزراء. القراءة للمنفصلين والمطلقين من برج العزراء. تقطك في الاول يا برج العزراء منفصلين ومطلقين. انا شايفة بعض اه ممكن للبعض يكون اه الطرف الثاني او الطرف اللي انت منفصل عنه اه يكون متافر او تكون في علاقة حب مع حد متافر. بس انا شايفة اه رحيل يعني فيه حزن وفيه انقطاع. يعني فيه انقطاع تواصل تماما بالنسبة لك يا برج العزراء مطلقين ومنفصلين. اه شايفك اه في الوضع الحالي اه في حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها. يعني مش في الوضع الحالي في الماضي. القراءة عشان تكونوا عارفين هتكون ماضي حاضر مستقبل بازم الله. اللي ماضي انت آآ يعني شايفة كان فيه علاقة حب فيها تفاهم كتير. آآ شايفة آآ طرف بعد. شايفة فيه غدر. آآ شايفة آآ طرف يا برج العزراء دوت. انت شايفات مجروح كتير جدا من حاجات كتير وحصلت مش حاجة واحدة بس. علاقة شايفات خارج من علاقة. علاقة كان فيها حب آآ لكن كان فيها صعوبات كتير جدا انت مرت بيها. آآ كمان آآ انت كنت يعني زي ما تكون نمشي العلاقة بالآآ بالطبر. يعني مش اكتر. يعني انت مكنش بتعمل اي حاجة في العلاقة. آآ انت كمان ممكن تكون شايف ان انت تكون قدمت فيها كتير. ممكن ده حب حياتك. يعني ممكن تكون علاقة قوية بقالها سنين او هو ده الحب اللي في حياتك اللي مفيش غيره. آآ شايفاتكم في الفوضع متكتف آآ ممكن يكون بعضكم كمان تعرض لسرقة او لغدر. يعني في الغالب هي سرقة. ممكن السرقة على فكرة تكون سرقة مشاعر سرقة عمر سرقة آآ حياة يعني حاجات كويسة في حياتك مش شرص بتكون آآ سرقة بس مادية آآ في الوقت الحاضر انا شايفاتك بتشيل مسئولية كبيرة جدا يا برج العزراء عندك حمل كبير مضغوط آآ واقف في مكانك رغم انك عندك حاجات كويسة كتير قوي ممكن تقدمها بس واقف في مكانك بسبب الحمل الكبير والتقيل اللي عندك ده انت مش قادر تتحرك مش قادر تعمل حاجة آآ بيبص على الماضي آآ شايفة بعضكم بيبص على الماضي ومستني علاقة من الماضي والبعض التاني عايز علاقة جديدة تماما ومش عايز يفتكر الماضي باي شكل خالص يعني لقدام لقدام ده وضعك الحالي بتكلم عن وضعك الحالي لحد دلوقتي آآ وضعك الحالي كمان ممكن يكون بعضكم دخل في ارتباط ممكن يكون بعضكم آآ عايز يدخل في ارتباط جديد لان شايفة برضو هنا انت بتتيب الماضي يعني انت ميدي دهرة في الماضي آآ وعايز تدخل في علاقة حب جديدة وفي ارتباط جديد وبتفكر آآ ممكن بعضكم يكونوا ياخد وقت مع نفسه انه يفكر في في العلاقة الجديدة دي آآ شايفة للبعض منكم منصفين مطلقين شايفة في علاقة الزواج آآ شايفة في الزواج كزا كانت الزواج شايفة في رجوع آآ شايفة في انهاء علاقة آآ كانت صعبة جدا بالنسبة لك يعني انا شايفة فيه هنا يعني انت مريت بالزيد في علاقة فيها خدعة فيها سرقة آآ فشايفة هنا انت بتكرر في ان هي علاقة او في علاقة انت مش عايز تريع لها آآ الثرف الثاني بالنسبة آآ هنتكلم الاولى عن المستقبل وبعد كده نشوف الثرف الثاني لو انت عايز تعرف هو بيفكر فيه آآ المستقبل انا شايفة عندك فيه علاقة حب آآ يعني رومانسية جدا يعني فيها حب آآ تفاهم آآ يعني فيها حاجات كتير انت بتتمنها وممكن دي تكون رجوع على فكرة لاني شايفة آآ اللي بعدها آآ شايفك منتصر منتصر والانتصار ده آآ واضح لكل الناس يعني في انتصار بينك وبين نفسك آآ بينك وبين الشريك لأ انتصار واضح جدا لكل اللي حواليك وكمان هيبقوا فرحانين به وفخرين بالانتصار ده يعني انا شايفة ناس كتير بتهنيك بتهنيك على آآ زواج ارتباط آآ او رجوع في الثرف الثاني آآ وممكن يكون رجوع على الطرف الثاني لان انا شايفك هنا برضو البعض لسه بيبص عليه شايفة وضعك هيكون مستقر جدا آآ في المرحلة اللي جاية شايفة وضع مستقر آآ يعني آآ بعد كتير لغبطة انت هتقدر آآ يعني تسيطر على حياتك على تأمورك مش هتبقى متردد تاني ولا خيط تاني لأ انت واقف وعارف انت بتعمل ايه وكمان كأنك عارفت ايه آآ كأنك عارفت اللعبة فتتلاعب ازاي يعني خلاص انت بقيت ساكت وآآ بقيت عايز تدخل جوه تفكير الطرف الثاني او الشخص اللي قدامك فانت مش هيتضحك عليك تاني بالنسبالك انت يا برج العزراء آآ الثرف الثاني انا شايفه يعني قاتل على مشاعره مش آآ مبين ان هو آآ يعني يعني مش عايز يتواصل آآ او آآ بس الثرف الثاني على فكرة يا برج العزراء برضو ممكن يكون للبعض منكم هو يكون عايز العدل معاك يعني عايزك تفسر بعقلك وآآ تاخد حل عادل بالنسبة لموضوع الانفصال لان ممكن يكون بعضكم في انفصال آآ بس من غير طلاقة آآ وعلى فكرة هو اللي بعضكم عشان كده بقى عشان كده في رجوع هو سهلا بيشتغل على حاجة في العلاقة آآ كمان آآ في حب عنده عنده حب ليك كبير بيحلم بان انتو تبقوا مع بعض تاني آآ وبيشتغل على العلاقة وفي ممكن يكون في حاجات بيعاملها آآ بيعني بيكذبك باي نوع من انواع الحاجات يعني في حاجات بيعملها او حيل المهم يعني ان هو يعني ممكن يرجعلك بس الطرق كده مش مش مباشرة يعني مش جاي لك هو صريح لأ آآ في طرق كده مش مباشرة لكن في حب آآ في حب وفي آآ وفي يعني طرف بيطالب بال بالعدل وفي ان هو مسيطر على مشاعره ومسيطر على قلبه آآ علشان ما يزهرش ضعف ده ممكن هو مش عايز يزهر ضعف لأن في حب كبير جدا مش عايز يزهر ضعف وعايز يكون في رجوع بس بطرق تانية غير آآ مباشرة انه في حاجاتك بالنسبة آآ لبرج بالنسبة لبرج العزراء آآ آآ انت عندك بداية جديدة في علاقة نفاهد في علاقة نفاهد في علاقة نفاهد في بعدها بداية جديدة حاول في البدايات الجديدة تغير من طبعك ومن شخصيتك حاول تكون غامض آآ حاول تكون بتسيطر على مشاعرك آآ الحاجات اللي كنت بتعملها ما تعملهيش آآ آآ اتعامل يعني الكاهنة دي بتقولك يعني انك تاخد الوضع ده بتاع الكاهنة اللي هو انت انت بتقدر تسيطر على مشاعرك بتقدر تتصرف بعقلك آآ مش مش اندفاعي ومشاعرنا ما ندهاش لاي حد وكمان مطلوب منك يكون عندك شوية غموط يعني ما تبقاش واضح قوي كده لأ خلي عندك شوية غموط ده احتفظ بيوم لنفتك عشان دايما تكون آآ يعني جزئت للآآ للطرف الثاني آآ الابراج اللي موجودة يعني اقول الاول الطاقات اللي موجودة الطاقات اللي موجودة في الطاقة النارية طاقة مائية آآ هوائية كتير عندك هوائية والطاقة الترابية. الابراج شايفة معيك الصور شايفة معيك آآ الميزين شايفة معيك آآ السرطان الاسد آآ العقرب آآ ابراج كتير موجودة معيك آآ برج العزراء دي الابراج اللي انا شفتها وبرج الحمل كمان موجود معيك برج العزراء زيك موجود معيك آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله آآ ونروح للعازبين والغير مرتبطين من برج العزراء. الكراءة آآ كراءة شهر بالنسبة للعزراء والغير مرتبطين آآ ماضي حاضر مستقبل انا شايفك في الماضي انت آآ يعني كنت حد مبتوط قوي سعيد فرحان آآ كمان شايفك كنت في علاقة حب بعضكم آآ ممكن تكون آآ كنت آآ يعني طرف تالت في علاقة حب انت تكون فيها طرف تالت اوفي علاقة حب آآ دخلها طرف تالت لكن انا شايفك انت في الاول انت كنت مبسوط كنت سعيد آآ عايش حياتك بشكل كويس آآ آآ حبيت شخص شايفها فيه في حياتك شخص انت كنت عايز تفوز به فعشان كده كمان ده بيأكد وجود الطرف التالت انت كنت عايز انت اللي تفوز بالشخص ده آآ 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 شايفت لبعضكم العلاقة دي آآ اتهدت احتمال اتهدت يعني من من بدايتها آآ في كتير آآ يعني في كتير آآ آآ في القراءة في عائتكو يعني آآ انت كنت يعني انت كنت حذر على فكرة انت كنت في حلقة انت كنت فيها طرف طيب التقات الموجودة انا شايفة تقات نارية موجودة معك كتير في القراءة وبالنسبة اللي عايزلين وغير المرتبطين النارية كتير جدا معيك والآآ والترابية بالهوائية بسيط وفيماية. الابراج اللي موجودة معيك عقرب حمل اسد آآ سور آآ عزراء آآ الاسد جاي لك كتير آآ ازراء كتير موجودة سرطان. المهم انت كنت في علاقة انت كنت عايز تفوز فيها بالطرف ده لكن انت آآ يعني شايفة البعض ممكن يكون خرج خسران او الطرف التاني هو اللي خرج خسران من العلاقة آآ فيه انسحاب وفيه رحيل آآ شايفة طرف التاني او انت دفعت عن نفسك قدامه بسبب العلاقة الثلاثية دي آآ وبعدها كان فيه الانقصال او انقصاع العلاقة آآ انت بعضوك العلاقة دي انت مستني فيها تواصل يعني مستني ان هي ترجع تاني بتفكر فيها بتبص عليها حاست ان انت وقتها كنت عايش حالة حب حلوة قوي عايز ترجع لها تاني آآ شايفة الطرف التاني آآ يعني بصت له قدام غير وجهته ادى ظهره يعني 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 بعد تفكير على فكرة يعني بعد تفكير وبعد موازن اموره انا شايفة الطرف التاني آآ بعد آآ العلاقة دي ممكن تكون آآ انسهت بسبب كده يعني هي فيه حاجة اتعرفت اه اتعرفت او بقت معروفة لناس حوالتهم آآ آآ الوقت الحاضر انت يعني حاسس انك تشايل حمل كبير جدا فوق طقتك آآ آآ يعني بتحب بالطرف التاني ده فيه عندك حب كبير جدا لي آآ لكن انت آآ مش قادر تشوف انت باطس على العلاقة وباطس على كل اللي كان بيحصل فيها عمالك في الزكريات ومش قادر تشوف اي حاجة تاني حواليك آآ فيه عندك علاقة حب جديدة آآ انت كمان عندك اللي يتقدمه بس انت واقف في مكانك انت مستني حد معين هو اللي تكون معاه او هو اللي يجي ويتكلمك آآ على فكرة الحد ده ممكن يرجع وممكن يجي ويتكلمك لان هنا بيقول لك انك انت تصبر وان فيه عرض هيجي لك آآ وان انت الانتصار او الفوز اللي انت كنت بتحلم دي او بتتمنيه في بداية العلاقة آآ هيتحقق لك ان شاء الله آآ في المستقبل آآ شايفة بعد آآ رحيل بعدكو فيه عند دول العزبين والغير مرتبطين فيه عندك ارتباط آآ بس شايفاتك الارتباط ده هتبقى قاتل على قلبك شوية بحافظ على مشاعرك شوية مش هتبقى آآ بنفس العفوية ونفس الانطلاق اللي اللي انت كنت فيه مسلا في علاقة قبل كده يعني مش هتكون لكن فيه علاقة الضواج وعلاقة الضواج فعيد كمان آآ آآ اه فيه زواج فيه زواج وبقوة آآ فيه آآ ضواج آآ آآ ولا يفيه رجوع على علاقة ازيمة او ممكن يكون فيه رجوع على علاقة ازيمة وحياة سعيدة في علاقة كانت موجودة في الماضي آآ انت كنت افتكرت ان هي خلاص دي مش هترجع ثاني لكن فيه ضواج وبعد استشفاء ان شاء الله انت محتاج ان انت تاخد وقت مع نفسك او ممكن الطرف الثاني لو انت زعلان انت وحد يكون في حالة استشفاء او بياخد وقت مع نفسك وبعد كده هيجي وهيكلمك آآ فيه زواج آآ بعدوك على فكرة ممكن يكون محتار بين شخصين ممكن يكون عنده اختيارين آآ محتار بينهم آآ لكن هتقدر تقرر وهتقدر تختار انا شايفة العلاقتين اللي انت محتار بينهم الاثنين حب والاثنين ارتباط والاثنين زواج آآ فهيما الصرار هيكون في ايه باش انت يعني آآ بس حاول تطلع من حالة الحزن والاكتقاب انت عندك حزن والاكتقاب آآ فكر آآ يعني ازاي تخلي يعني يعني هنا بيقولك انه آآ انت قردي في عندك علاقة فعلا انت حد في علاقة انت خالص انت حدين جدا بسببها بس تفكر بحكمة آآ افكير بحكمة هيفيه دك في انك انت تعرف اللي حصل ده حصل ليه آآ عشان تقدر توصل لحلول آآ فيما بعد آآ شايفة كمان آآ بالنسبة للمصيحة بتاعتك آآ انك ما تترددش بليش تتردد؟ حاول تاخد قراراتك آآ بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل قاطع يعني ما تقولش كلام وترجع فيه او تقول حاجة وتغيرها او كل شوية تبقى بحيل حاول تسيطر على مشاعرك وتوازن بينها آآ عندك آآ لو انت عملت كده انت عندك علاقة حب قوية جدا في المرحلة اللي جاية آآ انت اللي في ايدك تنجحها ده بالنسبة لبرج العزراء آآ شهر اغسطس بالنسبة للعزرين والغير المرتبطين لا تنسوش اللايك والشير والسابسكايب آآ وآآ وتفعيل الجرس عشان ننصلكوا كل جديد آآ شكرا للمتابعة